الحكومة الموريتانية تقرر تأجيل الاستفتاء على الدستور إلى الخامس من أغسطس القادم بدل منتصف شهر يوليو وذلك بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للانتخابات من أجل الإعداد الجيد للاستفتاء بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء تأجيل الاستفتاء على الدستور يأتي بعد تمديد فترة الإحصاء للطبع الانتخابي وما قيل عن ضعف مستوى الإقبال عليه ومع أن الحكومة بررت قرار التأجيل بالرغبة في عطاء مزيد من الوقت للتحضير الجيد للاستفتاء الشعبي إلا أن المراقبين اعتبرون الحماسة الرسمية للاستفتاء قد خفتت وأن التأجيل قد يكون مقدمة لإلغائه بالكامل بسبب حجم الاعتراض السياسي والشعبي عليه وحاجت الحكومة إلى ترشيد جهودها ومواردها لما هو أهم وأجدى بدل تبديدها من أجل تعديلات دستورية ليست جوهرية ولا تتضمن إنجازا حقيقيا للنظام فضلا عن الشكوك بشأن قانونية اللجوء إلى الاستفتاء أصلا في المقابل يستبعد بعض المراقبين إلغاء التعديل الدستوري باعتباره قرارا جاء لرد الاعتبار للنظام الحاكم وإثبات قدرته على تنفيذ توجهاته وسياساته بعد رفض مجلس الشيوخ المفاجئ لمشروع تعديلات الدستورية وبالتالي فإن أي توجه لإلغاء الاستفتاء دون أن يكون ذلك جزءا من التهيئة لحوار جديد سيسجل على أنه فشل للنظام الحاكم وعجز منه عن الوفاء بتعهداته وهو ما لا ينسج مع تطلعات النظام في الرغبة في البقاء في السلطة والفوز في انتخابات 2019 على الأقل وهو ما أكدته التصريحات الأخيرة للوزير الأول ورئيس الحزب الحاكم اشتركوا في القناة